فبداية الإسلام التوبة وتمكينه الاستقامة ونهايته التقوى وبداية الإيمان الإخلاص وتمكينه الصدق ونهايته الطمأنينة وبداية الإحسان المراقبة وتمكينه المشاهدة ونهايته المعرفة هذا الترتيب الذي اختاره في المنازل مهم لأنك لا يمكن أن تطمع في النهاية ما لم تحسن البداية كيف تطمع في التقوى وأنت لم تحسن التوبة كيف تطمع في ضمأنينة وأنت لم تحسن الإخلاص فجعل الإنسان يسير في هذه المنازل التسع وإذاك قال ولا مطمع في النهايات إلا بتصحيح البداية نبدأ بالنهاية فلا معرفة لمن لا مشاهدة له ولا مشاهدة لمن لا مراقبة له المعرفة نهاية مقام الإحسان والمراقبة أول مقام الإحسان ولا مراقبة لمن لا طمأنينة له ولا طمأنينة لمن لا صدق له ولا صدق لمن لا إخلاص له ولا إخلاص لمن لا تقوى له ولا تقوى لمن لا استقامة له ولا استقامة لمن لا توبة له قال فيظهر لك حسن ترتيب منازل المقامات وارتباط بعضها ببعض اليسر هسن ترتيب منتعناiczي مثلاًا لمننا هناك ليس chili بسشكرا